السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نحضاد باش انسيور الحقيقة نبين الاكاذيب يتسيرني وذانا خدهني خارق نسي محمد حجيتو محمد وذانا وكشن نجي من الصورة الساكنة مزغنغان باش انه تسمى ادبينا يجن الظلم يجن اليأس لانا الطريقة يتقن نفس الطريقة يقين ذين هادو سين ذاغتان ثداث ثمغات خارق ذين المناسبة العزاء تقفى الوالدة ذي ارفين وتسعة وسين استغلنا للفرصة يتقن نفس الطريقة مهم استغلنا للفرصة ثمغات خاري زيطانجة اذا نتعزة والنهال الاخراني العاطفة استطعن انه استقن طريقة اخاف اخاف نغرب باش اخاف نغرب باش اخاف نغرب باش اخاف نغرب وان بعد انه اتعرض الامان اخاف نغرب في المستخدمة كاللتج من تحضير المحاكمة وشيئة تحضير المحاكمة ومقصود أن تزرغ المحاكمة ومحامية وإدارة وقيادة وغوامة أكثر المشكلة في الأمر يأتي المراوعة يأتي خارقا ويأت خارق منذ القيامة في الحياة منذ يوم القيامة حسب السيدار بأن المحكمة يشهد أن الوليدة إذا يشهد سيدة هنا تدعى الوليدة تغثمه في 2009 و يشهد سيدة في 2010 ثانية تغيير أن السيداء يشهد خارق ثم يشهد حقيقة واضحة الحمد لله يجعلنا أنه نصدر الحق يعني البهتان يجعلنا خسار الأمانة كيفما كان الحال أنه الأمانة تعقبها الضعيف ويجعلنا يجعلنا أنه يجعلنا العاطفة ويجعلنا العاطفة في زمن ويجعلنا يجعلنا يجعلنا الصادقين الأمر يجعلنا لكن يجعلنا نحن يجعلنا ويجعلنا يجعلنا يجعلنا هذا الكلمة يجعلنا 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 السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله